أهلا بكم من جديد أعلن موقع جوجل أنه يخطط لوقف الإعلانات التي تسهدف الأشخاص بناء على المواقع التي يقومون بزيارتها اعتمادا على تقنيات تتبع بدءا من العام المقبل صحيفة وصري جورنال نقلت عن شركة ألفابت المالكة لموقع جوجل أن القرار الصادر عن أكبر شركة إعلانات رقمية في العالم قد يساهم في دفع صناعة الإعلانات بعيدا عن استخدام مثل هذا التتبع الفردي مستشهدة بمخاوف الخصوصية أعلنت شركة جوجل أنها لن تستخدم التقنيات التي تتعقب الأفراد عبر مواقع واب متعددة هذه السهلالية صحيفة The Washington Post الأمريكية بشأن مخطط جوجل لوقف بيع الإعلانات استنادا إلى تصفح الأفراد عبر المواقع الإلكترونية وهو تغيير يمكن أن يسرع التغييرات في صناعة الإعلان الرقمي شركة ألفابت المالكة لجوجل أكدت أنها تخطط العام المقبل للتوقف عن استخدام واستثمار تقنيات التتبع التي تحدد مستخدمي الويب أثناء انتقالهم من موقع إلى موقع عبر الإنترنت The Washington Post ذكرت بين سطورها أن جوجل استحوذت على 52% من إنفق العام الماضي على الإعلانات الرقمية العالمية البالغ 292 مليار دولار واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها بالإشارة إلى أن شركة جوجل نشرت عن تقنيات استهداف الإعلانات الجديدة التي ستعزز الخصوصية وأنها اختارت وضع رهان طويل المدى على ترسيخ مفهوم الخصوصية